أولت مصر اهتماما بقطاع التعليم الجامعي باعتباره محورا رئيسيا لتحقيق التنمية المستدامة والشاملة واسعت الدولة إلى توفير بيئة تعليمية متطورة تواكب المتغيرات المتسارعة في مجال التعليم العالي عالميا الأمر الذي أسهما في التحسن الملحوظ للمؤشرات الدولية الخاصة بالتعليم العالي قفزة غير مسبوقة في الارتقاء بقطاع التعليم الجامعي فعلى مدار عشر سنوات أولت الدولة اهتماما كبيرا بهذه المنظومة باعتبارها محورا رئيسيا لتحقيق التنمية المستدامة والشاملة الدولة وسعت إلى توفير بيئة تعليمية متطورة تواكب المتغيرات المتسارعة في مجال التعليم العالي عالميا الأمر الذي أسهم في التحسن الملحوظ للمؤشرات الدولية الخاصة بالتعليم العالي والبحث العلمي المؤسسات الدولية كان لها تقييمها المعتبر في هذا الصدد فعلى سبيل المثال أكدت فيتش في عام 2023 أن مصر تتمتع بقطع بحث علمي قوي إقليميا خاصة في مجالات العلوم والتكنولوجيا والصحة كما أنها وفقا لفيتش من أفضل مستويات التعليم العالي في منطقة شمال أفريقيا مؤسسة تايمز هاير ايديوكيشن قالت أن مصر تعتبر الدولة الأكثر تمثيلا في تصنيف تايمز للجامعات في مجال التعليم العالي وذلك في عام 2024 وحققت مصر تقدما في المؤشرات الدولية الخاصة بالتعليم العالي حيث قفزت 14 مركزا في مؤشر جودة التعليم الصادر عن يو اس نيوز محتلة المركز 37 في عام 2023 مقابل المركز 51 في عام 2014 هذا المؤشر يعكس مستوى التطور في النظام التعليمي بالدولة أما مؤشر جودة التعليم الصادر عن وورلد إيكونوميك فارم فقفزت مصر فيه 29 مركزا حيث احتلت المركز 87 في عام 2022 مقابل المركز 116 في عام 2019 وهو مؤشر يعبر عن مدى قدرة النظام التعليمي الجامعي على تلبية احتياجات الاقتصاد أما في مؤشر ربط مخرجات التعليم الجامعي بالصناعة الصادر عن ويبو فشغلت مصر المركز الخمسين في عام 2023 مقابل المركز 127 في عام 2014 مصر حققت أيضا تطورا ملحوظا من حيث عدد الجامعات المدرجة في أغلب التصنيفات العالمية ومن أبرزها تصنيف شنغهاي الأكثر شهرة حيث تم إدراج سبع جامعات لتصل إلى ثمان في عام 2024 مقابل جامعة واحدة في عام 2014 وللعلم فإن تصنيف شنغهاي يستخدم ستة مؤشرات منها عدد الخارجين والموظفين الحائزين على جائزة نوبل هو إذن غيض من فيض تمثله المؤشرات التي أشرنا إليها وهو تصديق دولي على نجاح استراتيجية الدولة في النهوض بمجال التعليم العالي والبحث العلمي شكرا